دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلانية لوكلاء المعتمدين لممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة لالتزام بضفتر الشروط واحترام جميع بنوده لسيما ما تعلق منها بأجال التسليم وعدم الترويج الكذب بوفرة المركبات وحسب ما جاء في بيان الوزارة فإن مصالحها حضرت الوكالاء المخالفين لدفتر الشروط من تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى سحب الاعتماد وجاء هذا على خلفية تلقي مصالح الوزارة العديد من أشويب من طرف المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم في الأجال القانونية المحددة وعليه دعت الوزارة في ذات البيان المواطنين إلى إداع شكويهم على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض ترجمة نانسي قنقر